اخبار الجروب او اوراق التوت الدكتور ماجد العبيد او مازيلا زي ما بقولوا في المسال اهلا وسهلا مسال خير عليكم دكتور حضرتك بتمثل جانب الشر في العمل تحكي لنا عن التقمص للشخصية وحضرتك طبعا القصة لك تكلمنا عن بداية الفكرة الاول وبعدين تكلمنا عنها هو اوراق التوت مأخوذة من مجموعة روايات اسمها من اوراق ابن احمد مكتوبة من حوالي خمس او ست سنين دور مازيلا هو دور الشخص المحرك للشر الذي دائما يتصارع مع الخير الحياة كلها عبر عن صراع بين الخير وبين الشر في هذا العمل احنا بنقدم الصراع والمكر والسباق على السلطة بقدر الامكان من خلال شخصية مازيلا وكيف ان هناك اشخاص يحركون كل الامور من اجل اهداف شخصية حتى وان اظهروا للناس عكس ذلك دي اول تجربة بالنسبة لك ولا حضرتك ان فيه تجربة سابقة لمشاركة في الاعمال الدرامية المصرية يعني هي تقريبا مش كتير التجربة الخمسين يمكن شايف حضرتك التجربة بالنسبة للمشاركة في الاعمال المصرية والفرق بينها وبين التجارب السعودية العمال الدرامية اللي انت قدمتانيك ايه الفرق؟ يعني هو لا شك انه انت بتتعامل مع اساتذة ونجوم واشخاص عندهم من الخبرة ما يجعلك اولا تشعر بالرغبة في المنافسة وهذا شيء مهم الحقيقة الشيء الثاني هو انك تتعلم منهم مهما كان كل ما يكون الشخص اللي امامك شخص له خبرة ودراية ومعرفة انت تتعلم منه وتستنير برأيه وتشعر بالاعتزاز حين تشعر انك تنافس هذه القامات الكبيرة دكتور شايف العمل على المستوى الدعاية والصحفة والاعلام اهتم بيه شايف انه خد نصيبه ممكن عشان اتزح حصري وتوقيت العرض عدم الدعاية كافية شايف حضرتك يعني كل هذه العوامل لشك انها تسببت في انه العمل لم يأخذ حقه اعلاميا لكنني متأكد انه بعد مرور خمسة عشرين حلقة من العمل ستختلف الموازين ستكون طبعا فاتت الفرصة لاعطاء العمل حقه لكن ستدرك الناس انها بانتظار اعادة العمل مرة اخرى حتى تستمتع بما فيه من قيم ورسائل هادفة ومنافسة وصورة جميلة وجديدة يعني من فترة اللي قاية تبقى فيها اعمال مشاركة فيها من النجوم السعوديين مشاركة اكتر في الاعمال الدرامية المصرية ان شاء الله حيكون باذن الله احنا من زمان واحنا نتعاون ونتساعد مع بعض في تقديم اعمال جيدة الان بدون شك ان البيئة اصبحت خصبة اكثر واصبح مجال التعاون اكثر المملكة ومصر تتعاونان في كل المجالات والمجال الادبي والفني والثقافي جزء لا يتجزى من الحوار مع المجتمع هل زال قيود هناك على الاعمال الدرامية السينمائية بالنسبة للسعودية؟ ليس هناك اعمال سينمائية لكن هناك اعمال تلفزيونية لم تعد تخضع لتلك القيود السابقة التي تعرف عليها الناس دكتور اخيرا اللي حدرك بتحضر الفترة اللي قاية احنا الان في محاولات من بعض المحطات ان احنا نقدم الجزء الثاني من اوراق التوت لكننا حتى الان لم نقرر اذا كنا سنفعل هذا او لا عندنا عمل ستين حلقة ان شاء الله سنبدأ فيه بعد العيد الكبير بس نسترد انفاسنا من هذا الجهد الكبير اللي بذلنا في اوراق التوت وماذا عن اعمالك في السعودية؟ في السعودية ما في الا برنامج واحد اسمه الدنيا بخير انا اقدمه ان شاء الله سيكون اعتبارا من العام الهجري الجديد على شاشة القناة السعودية اخيرا سؤال برضو عن قصة العمل او رأي توت هل تم فعلا السفر للهند لتصوير بعض المشاهد الخاصة بالعمل هناك؟ فعلا هو تم السفر للهند ولكن في عندنا مشاهد متبقية ان شاء الله اتوقع ان احنا في نهاية هذا الاسبوع سنسافر لمدة ثلاث ايام او اربع ايام لاكمال ما تبقى من مشاهد الهند ان شاء الله دكتور كل التوفيق والنجاح لعمل متميز وطبعا متميز بأبطاله شكرا جزيلا شكرا لاستاذ جميعا كل عام انتم بألف خير